كمان معنا أخبار كتير شهدتها المحافظات المختلفة محافظة تسكندرية تم فيها تخصيص بداء الكبري محرم بيك لتفادي الزحام بعد غلق الكبري لمدة أسبوعين وكمان في المنوفية تم النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية أما في البحر الأحمر فالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنبوي نظم حملة لنظافة الشواطئ العامة بمدينة الغرداء في بني سويف تم الكشف وتوفير العلاج بالمجان لألف وخمسمائة مواطن في قافلة طبية مجانية تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية من محافظات مختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي أخبار كتير شهدتها المحافظات في محافظة الإسكندرية أعلنت الهيئة العامة للطرق الكباري إنها بدأت أعمال صيانة لكبري محرم بيك باتجاه الكورنيش في نطاق حي وسط مما يستدعي إغلاقه مؤقتاً حتى السبت 17 أوسطس الجاري لمدة أسبوعين وتقرر تخصيص بدائل وتعديلات مرورية للمواطنين لتسهيل حركة التنقلات كمان أعلنت محافظة المنوفية عن النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية لعام 2024-2025 عام وخدمات بمختلف نوعيتها صناعي، زراعي، تجاري، التعليم والتدريب المزدوج وده للمرة التانية على التوالي لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكل الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ووفقاً لأعداد المتقدمين وده جي بناءً على المزكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاه الأولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبناءنا الطلاب في البحر الأحمر نظم التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي حملة لنظافة الشواطئ العامة بمدينة الغردقة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ضمن حملة الضلع الثالث وشارك في الحملة أكتر من 100 شاب وفتاة من متطوع التحالف بالمحافظة للحفاظ على البيئة وإرساء عملية الاهتمام بالنظافة العامة أكدت مديرية الصحة ببني سويف تنفيذ قافلة بقرية العلملة بمركز بني سويف شرق النيل على مدار يومين مكونة من 9 عيادات في 8 تخصصات هي البطنة والأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة ودف ظل إجراءات وقائية مشددة وتم الكشف على 1513 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان تشهد محافظة المينيا أعمال توسعة محطة معالجة أبو قرقاس للصرف الصحي المقام على مساحة 5.5 فدان ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي وتوصلها ل 12 قرية كما تهدف توسعة المحطة للعمل بطاقة استيعبية تصل لـ 40 ألف متر مكعب يومياً لخدمة القرى التالية الفقاري وبني موسى وريحانة وقوم المحرس وقوم الزهير ومن سفيس وبني محمد شعراوي والسحالة والمطاهرة القبلية وشرارة والكرم ومنهاري أكدت محافظة أسوان أن معدلات التنفيذ بالمرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل وصلت لنسبة 98% ليتم إنهاءه بالكامل بنهاية أغسطس الجاري ضمن الاستعدادات للموسم السياحي لمدينة أسوان وبيشمل المنطقة الوسطى المواجهة لحديقة بلازا دورة النيل وبتضم 56 محل وكافيتيريا وبزار ومطعم سياحي على أعلى مستوى للاستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة في الأقصر حلقت من أرض المطار رحلات البلون الطائر بالمحافظة 30 رحلة بلون أقلت على متنها حوالي 650 سائح من حول العالم في أجواء من البهجة والفرحة بين السياح القادمين من حول العالم بالبر الغربي وبتحصل شركات البلون الطائر فجراً على إشارة البدء بالتجهيز وبيتم بدء ملء البلونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن وبيتم الإقلاع للسماء وبتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالي 2000 قدم من سطح البحر وبتكون الرحلة من حوالي 20 لـ 40 دقيقة أكدت محافظة أسيود تركيب بلاط الأنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بحي غرب وفقاً لخطة التطوير والتجميل لإدفاء المظهر الجمالي لتلك الشوارع عقب الانتهاء من رفع التعديات على حرم الطريق وإلقاء التربة الرملية وتسويتها وده التسهيل وتأسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كهلهم على أن يتم استكمال باقي الشوارع الضيقة اللي بيقل عرضها عن 6 متر ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقاً للخطة الموضوعة في كفر الشيخ أعلنت مدرية التضامن الاجتماعي تنظيم معرض لتوزيع الأساس المنزلي والأجهزة الكهربائية مجاناً بقاعة نادي موتوبس الرياضي بهدف دعم 550 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية من أبناء عدد 17 قرية بمركز موتوبس وده ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهل التنموي لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجة